موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى الموعد الرياضي كشف الاتحاد الجزيرة كرة القدم عن ترسيم تأهل المنتخب الجزيرة كرة القدم لأقل من 23 عاما إلى الدورة تصفو الأخير المؤهل لكأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها التي سيحتضنها المغرب في 2023 وتأهل الخضر تلقائيا بعد ترسيم عدم مشاركة منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات ووفق المصدر ذاته سيواجه المنتخب الجزائري منتخب غانا في الرابع والعشرين من مارس الجاري بمنعب التاسع عشر ماي بعنابا ثم يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته في مدينة كوماسي الغانية المنتخب الجزائري كان قد عاد إلى تصفيات بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب شراكه لاعبين تجاوزوا السن المحدد حل صباح اليوم بالجزائر العاصمة منتخب جيدو الفلسطينية كابر لإجراء تربس تحذيري وبدعوة من الاتحاد الجزائري للعبة ويضم المنتخب الفلسطيني 12 عضوا ويقوده رئيس الاتحاد جهاد عوضة الوفد الفلسطيني عرب عن صعادته بتوجده في الجزائر مؤكدا أن المشاركة ستتيح للرياضيين الفلسطينيين الاحتكاك بالمسوى العالي هذا ويدخل هذا المعسكر في إطار تحذير إلى الدورة الدولية بالقاعة البيضاوية بين الثامن عشر والتاسع عشر مارس المؤهلة إلى العاب باريس الفين واربعة وعشرين سابق من نوعها أن منتخب الفلسطيني الجيدو يكون حاضر للتربس مع المنتخب الوطني الجزائري هذه إن شاء الله الأولى وما نشاهد تكون الأخيرة تكون مشاركة حتى في الدورة الدولية التي تحتضنها الجزائر لها فيها نقاط لتأهيل الأولمبياد وهذه فرصة لإخواننا الفلسطينيين بش يجمعوا نقاط يكون عندهم الحد إن شاء الله بش يكونوا حاضرين في باريس الفين واربعة وعشرين طبعا احتكاكنا وهون مع الجزائريين رح يكون استفادة كتير لأنه وضعنا مش هداك المستوى العالي بس إن شاء الله رح نستفيد كتير مع احتكاكنا مع أخواننا الجزائريين ونتعلمينهم شغلات كتيرة جينا لمعسكر تدريبي مع الفريق الجزائري وقعية المعسكرات التانية وبعدين إن شاء الله على البطولة الأفريقية المفتوحة إن شاء الله يوفق بما بيننا شعورنا كتير حلو إنه صرنا الجزائر بلدنا التانية وإنها عزيزة علينا زي ما هي عزيزة علينا فلسطين وأكتر والله يعني الجزائر إحنا منحبها بشكل لا يوصف بصراحة وأنا سعيد كتير إن أنا فت الجزائر أو أخذ دور الجود وأشارك في البطولة والله يوفقنا يوفق كل الشعب الجزائري فاز فريق بوستون بروينز بنتيجة أربعة لثلاثة على كارياري فليمز ومسيتها ثلاثة الفوز كما سجلت فاز الأمريكي تشيس ماكوين صاحب الأربعة وعشرين ربيعا بلقب ألعاب السوبر ليغ لترياتلون داخل الصلاة للرجال في مونتريال الكندية فيما احتل جنوب إفريقي تشومان المركز الثاني بينما فاز البريطاني جاك ستانتون بالمرحلة الأولى لليوم ثم احتل المركز الثالث في الترتيب العام في منافسة السيدات نجحت الأمريكية جينا سيرينو في حصد المركز الأول حيث فازت بجميع المراحلة الثلاث في مونتريال وجاءت الأسرالية صوبيلين في المركز الثاني بينما احتلت الكندية دومينيكا جامنيكي المركز الثالث نهاية المعادة الرياضي مشاهدين الكرام شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة